اشتركوا في القناة والعمال التي قامت بها منظمة الأون المباشر بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير المتمثلة في إجراء الكثير من العمليات لبعض من المواطنين التشاديين والتي شملت أمراض العيون والحنجرة والعصاب وعمليات جراحية للأمراض النادرة والتشويهية والتي ساعدت كثيرا في صحة المرضى المصابين بهذه الأمراض المسكورة بهذه المناسبة قدمت سيدة البلاد الأولى هندى دبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير شهدت تقديرية لمنظمة الأون المباشر التي وقفت وعملت وساعدت مؤسسة القلب الكبير من أجل صحة المواطنة التشادي أصناق خطابها شكرت سيدة الأولى هندى دبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير على حاز الأمل الإنساني الذي ينصبه في صالح المواطنة التشادي خاصة المرضى الذين استفادوا من القوافلة الطبية التي نظمت سابقا في عدد من الأقاليم والمدن والتي استفاد منها المرضى الذين يعانون من أمراض في العيون والأمراض الأخرى المستعصية نذكر بأن مؤسسة القلب الكبير تعمل دائما من أجل المرضى والطبقة الضعيفة في المجتمع حتى تدخل الفرحة في جميع قلوب المرضى الذين يعانون من أمراض منذ فترة طويلة بعد أسبوع كامل بالتمام من انطلاقة نشاطات القافلة الطبية لإعلاج مرضى العيون التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير بالتنسيق مع جمعية العون المباشر ومؤسسة عيون العالم الطبية فقد تم علاج قرابة الألفي مريض في هذه القافلة وأن بعض من حالات المرضى الذين أجريت لهم العمليات ولم تكن ناجحة بالصورة المطلوبة فقد أفصح لنا الطبيب المصري المختص في أمراض العيون عن السبب من عدم نجاه بعض من هذه الحالات وإحنا رخزنا هنا أن القرانيات ضعيفة فالقرانيات الضعيفة تأخذ وقت في التعافي هذا جزء من الحالات والجزء الثاني يكون هناك أسباب أخرى لكن احنا كشفنا عليهم جيدا والأسباب أخرى نحن حتى استثنينا بارح استثنينا ست عيونين ست أفراد لم يجرون عملية عاملية منهم لن يرون فإحنا بنحاول نستثني قبل العملية اللي عنده أسباب أخرى نحن اللي مش هيتحسن بالعملية بنستثنيه قبل العملية لكن هناك حالة حرامية بتكون ضعيفة تقو أن الأسبوع القادم إن شاء الله يلاقي تحسنه كل يوم هيكون بتعافي وحول ما إذا كان هذا المخيم الطبي قد كان ناجحا بصورة المطلوبة فقد تحدث لنا كل من مدير المستشفى الإقليمي لمدينة مونغو وممثل مؤسسة القلب الكبير بإقليم غيراء إذن وبعد أسبوع بالتمام من انطلاقة نشاتات هذه القفلة الطبية فإن أغلب المرضى قد تلقوا العلاج ولم يتبقى لهم سوى مراجعة المستشفى الذي تم تزويد لمراجعة حالات المرضى خلال الفترات المقبلة بإسم مؤسسة القلب الكبير وما تقوم به من أعمال لصالح الأم الطفل وبتعليمات من رئيسة المؤسسة السيدة الأولى هند ديبيت نو قد تم إجراء عملية جراحية في الأيون بمستشفى الأم الطفل بأنجمينة للأطفال الخمسة وهم ألحاج إبراحيم سبع سنوات أليحسن ست سنوات جابر أدومكي ثماني سنوات ومحمد فضل ست سنوات ومحمد آدم خمس سنوات أي ستم تشخيص الحالة الطبية لهؤلاء الأطفال الذين يعانون بمرض في الأيون بمدينة مونغو ولضرورة العلاج وحالتهم الخاصة قد تم إرسالهم إلى مدينة جمينة لإجراء العملية تحت طاقم طبي فني متخصص هذا وقد وصل أطفال الخمسة إلى مدينة جمينة يوم 25 أغسطس أمه 2017 وقد أجرت لهم العملية بمستشفى الأم والطفل يوم السبت 26 أغسطس أمه 2017 من قبل البيئصة الطبية المصرية المشاركة في القافلة الطبية لإلاج مرض العيون والتي بدأت منذ 17 يوليو أمه 2017 والتي شملت مدينة بوكورو ومونغو ومن ثم مدينة جمينة نذكر بأن الطفل الدومكي قدم من قرية ماوة بإقليم جراء وأبعت أن أجرت له العملية وبهذه المناسبة شكر والده مؤسسة القلب الكبير على حد الأمل الإنساني الفريد السيدة قال شكرناه ألف السلام كبار ودقاك مروا الراجل طريباً الله أنطيها أمر ونألف السلام أسوى تلينا ده إن شاء الله شعب قاعدين بره وأن فوق علماً بأن رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبيتنو لا تألو جهداً إلا وقدمته من أجل مؤسسة الطبقات الضئيفة في المجتمع وهذا العمل الإنساني يعد سمر للتآون بين منظمة الأون المباشر ومؤسسة القلب الكبير ترجمة نانسي قنقر